اللي احنا شفنا جملة الاستاذ ابراهيم عيسى جملة راحة فين بالزبط لكن اتكلمنا على حجم الانشاءات غير المسبوقة سواء في النادي او في كل الاندية وحجم الميزانية التي فاقت في الميزانية العام الماضي لتنين مليار وربع لكن على الصعيد الرياضي وهو الاهم ايضا هنلاقي الاهلي في كرة القدم فاز خلال هذه الدورة حتى الان التي لم تكتمل بعد ولا زال هناك الكثير من البطولات فيها تسع بطولات في كرة القدم حتى الان تلاتة دوري بطولة كاس مصر اتنين سوبر محلي بطولتين دوري ابطال افريقية يعني التسعة والعشرة دور لو لم يفعل الاهلي غيرهما لكفاه التسعة والعشرة التسعة اللي كانت مستعصية ثم اضاف اليها العشرة واللي اتنين اتعملوا في فترة حوالي 8 شهور وده شكل غير مسبوك لأي فريق ياخد بطولتين قريتين في المدى الزمن القصير ده بالاضافة الى بطولة السوبر الافريقي والميدالية البرونزية لكأس العالم للاندية ده النادي الاهلي وده انجازه في خلال هذه الدورة لكن على صعيد استعادة الاهلي ما كانتوا بين انديت العالم شوف الاهلي فين احنا بنتكلم على ان الاهلي يعود يضغط على ريال مدريد في اكثر اندية العالم تتويجا كان الفرق ست نقاط بقى ثلاثة بالضبط وانت مؤهل ان يبقوا اتنين وهذه المكان العالمية الكبيرة للنادي الاهلي الحياة تترجم الى قاعدة الشعبية والشعبية يا جماعة ارجوكم لا افصال ولا منهدى ولا منكفى وسؤال سازج وسامج جدا جدا وهايف انك تلاقي دايما وابدا هو مين اكثر شعبية الاهل ولا الزمالك ده سؤال الافلاس الحقيقي او التحريض علشان نعمل دوشة مع بعض لانه انا عايز اعرف حاجة اي حد دخل مدرسة وبيقرى ويكتب يقدر يبص على جدول اليوتيوب لسه منزله على كل المواقع نسب المتابعة والمشاهدة للاندية الرياضية يا اخي اقرأ اقرأ قبل ما تسأل هذا السؤال اللي بقى تكراره الحقيقة ممل جدا لا العجيب ان اللي بيقول هذا الكلام هو هو يقولك عشان مصر اتنام مرتاحة لما الاهل يكسى بطولة طيب اذا كان بطولات الاهل بتنايم مصر مرتاحة لايه بتنايم مرتاحة لان عنده القاعدة الاكبر قدامك اليوتيوب يقولك في شهر 7 اللي فات النادي الاهلي الاكثر متابعة قناة الاهلي الرسمية على اليوتيوب الاكثر متابعة حول العالم بين كل الاندية ده جدول اهو عشان السؤال المملب بتاعك ما يتكررش كتير لانه سؤال حتى بيحرد الناس على بعضيها تلاقي الناس الصغيرة في الشارع ايوه مين اكتر دا ولا دا انت بيشكك وبيشكك الناس في كل شيء طبعا حتى الشعبية ليه مش ما يعني احنا لا بنقولها ولا عمرنا طرحناها طب ولا قبل الطرح وجاية من قيمت قيمت وقية جاية من شعبيات بالظبط فتلاقي الاهلي عنده 16 و 13 من 10 مليون يا ليه برشلونة عنده 13 و 88 من 100 مليون يعني الاهلي 16 ونص برشلونة 13 ونص مليون دا اليوتيوب للي عايز يكرر السؤال واللي مش عايز يقرأ اخر احصاء صدر من مركز بصيرة وهو المركز المعتمد في قياسات الرأي العام بمجلس الوزراء مش من عندنا يطلع يقوله انه فيه 72 من المصريين اهلوية و21% وشجعون الزمالك دا كلام رسمي مجلس الادارة اللي فات مش مجلس الادارة الحالي لما حاب يتعاقد مع شركة صلة السعودية على حقوق الرعاية لما داخلت صلة جابت وده كلام برضو للأستاذ ابراهيم عيسى والناس اللي تكلمت على حجم الشعبية ما هو ابسوس لما عملت قياس الرأي العام الرياضي في مصر خلصت الى انه فيه 40 مليون اهلاوي دا بقى حكاية السمع عن وطاعة يقوله الجمهور الاهلي سمع وطاعة لا يا سيد جمهور الاهلي الثقة ومسئولية عنده قدر كبير جدا تاريخيا من الثقة في ادارته وعنده قدر كبير جدا من المسئولية في مسندة فرقته وناديه هو هل المطلوب ان الجمهور يتمرد على نديه هل المفروض الجمهور يكون دايما وابدا حجر عطرة قدام حركة النادي نفسه ولا الجمهور لما يسق في ادارات النادي تاريخيا ويسندها ويدعمها فيحق النادي الانجازات الكبيرة يبدأ التلقيح بالشعار اياه يعني ده جمهور الاهلي صاحب الاغلبية اللي بيتم التلميح لها مش عارف بالنازية والكلام اللي احنا ردين عليه بما يكفي لكن لعله يشوف صلة لما جابت ابسوس قالت له ايه الشركة قالت لهم 40 مليون اهلاوي في مصر من 50 مليون مصري يعني مصر فيها 50 مليون متفاعل مع كرة القدم 50 مليون منهم 40 مليون اهلاوي ودي دراسة علمية دقيقة حسب الشركة الاجنبية 80 في المية اه ومركز مصيرة لقياسات الرأي العام خلي بالك الشركة دي بس عشان الناس تفهم قيمة تزيد دراسة اه الشركة دي يا جماعة جاية تعمل بيزنس جاية تستثمر اه فعشان تستثمر عايزة تستثمر في النادي الايلي اللي قالوا لها ده اكتر شعبية عشان ده اكبر سوق فراحت ما قالت لهم لا كلام المرسل ده ما اللي اجدعوا بيه فجابت شركة محترفة عشان تسألوا ماذا السؤال هو فعلا اكثر شعبية استثمر معه ولا لا فالرقم اللي خدوه ده خدوه عشان ياخدوا قرار عشان يتعقدوا مع الايلي ولا لا مش عشان يتفخروا بيه واصحاب صلة زمال كوية انما مش زمال يعني بيش يميلوا الى نادي الزمال هم اشقاء عرب لكن انا قابلت بعضه لا بيميلوا النادي الزمال فالمسألة بالنسبة لهم هنا بيزنس عمل شغل ما ينفعش لا يتزايف فيه احصائية ولا جامل يعني هو لا يقبل احصائية مش طبيعية لان دي دي فلوسه بقى هتأثر على نجاحه الاستثماري ارجو الملف ده ما نتكلمش فيه كتير لان الحقيقة وملوش معنى ملوش معنى قول يا سيدي انت هتفيدك بإيه قول اللي انت تقوله لكن احنا هنقولك الحقيقة وقول علي اقل الشعبية وانا باخد اعلى قيمة قول اللي انت عايزه اذا كان الكلم كده ما هو اكل مش بحلقة